أوقفت نفسي للحسين وغايتي أحظى بفوز في جنان الآخرة وسموت في قدس المعات مخادم لا يخدع الشيطان نفس الطاهرة إن جارتي الدنيا خيم ليلها حب الحسين سفينتي وشائر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الإمام الصادق صلوات الله عليه قال للمفضل في فضل كربلاء أنها أعظم من الكعبة الرواية بالأمس قرأناها لكم وأنها البقعة المباركة التي منها نودي موسى وهي الرب والتي ولدت فيها مريم عيسى وأخبره بأمرين آخرين في هذه الليلة نقف عندهما الأمر الأول قال هكذا أنها خير بقعة عرج رسول الله صلى الله عليه وآله منها وقت غيبته الثاني قال وليكونن لشيعتنا فيها خيرة إلى ظهور قائمنا عليه السلام الرواية في البحار موجودة وفي مصادر أخرى أيضا موجودة الأمر الأول الذي يحتاج إلى بحث هذا وموضوع ربما يكون جديد وغير مطروق وغير مألوف على الأذهان أن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإسراء والمعراج الآية تقول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الإمام الصادق صلى الله عليه يقول العروج حصل من كربل إذن يقتضي هذا أن يكون المقصود بالمسجد الحرام يا كربلاء وأن يكون المسجد الأقصى ليس هذا الذي يقوله المخالفون البيت المقدس أو بيت المقدس وإنما هو مسجد في السماء في هذا المسجد هو محل لسجود الملائكة فرسول الله عرج من كربلاء إلى هذا المسجد الذي في السماء وليس إلى بيت المقدس هذه قضية الآن نقولها وتحتاج إلى بحث ولكننا إذا لاحظنا الدلائل القرآنية والروايات المتظافرة عن أهل البيت عليهم السلام نجد أنها تؤيد هذا المعنى لاحظوا مثلا في قضية مريم وولادة مريم يقول عز وجل فانتبذت من أهلها مكانا قصية يعني تركت أهلها وذهبت إلى مكان قصي قاصي بعيد هي وين كانت في دمشق دمشق إلى كربلاء كربلاء بالنسبة إلى دمشق بعيدة قصية مكانا قصية الأخبار الشريفة فسرت المكان القصي بكربلاء فإذا هي انتبذت من أهلها مكانا هو كربلاء تخذت كربلاء محلا للولادة لاحظوا مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب التهذيب بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال خرجت من دمشق يعني مريم في تفسير هاي الآية خرجت من دمشق حتى أتت كربلاء فوضعت في موضع قبر الحسين عليه السلام ثم رجعت من ليلتها القضية إذا تتعلق بالإعجاز وإرادة الله هل في هذا أمر غريب بإرادة الله تأتي والله عز وجل يطوي الأراضي لأوليائه ولأحبائه يعزز هذه الحقيقة شواهد الشاهد الأول الآيات التي تلت هذه الآية فانتبذت من أهلها مكانا قصيا الآيات التي جاءت بعدها منها قوله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أيضا في سورة مريم الآية الأخرى وهزي إليكي بجذع النخلة دمشق هل يوجد فيها نخل؟ دمشق لا يوجد فيها نخل فلسطين يوجد فيها نخل؟ لا يوجد فيها النخل وين؟ في العراق النخل إذن الآية هم تقول هزي إليكي بجذع النخل ما واردهم أن الله عز وجل أنبت لها نخلة في دمشق حتى تهزها أو في فلسطين حتى تهزها وإنما فأجاءها المخاض إلى جذع النخل النخل في العراق موجود فضلا عن الروايات العديدة التي نصت على أن ولادة عيسى أين كانت في كربرة إذن إذا تجمع هذه مع هذه الصير القرينة تامة على هذا المعنى هذه النخلة كانت يابسة حتى رأس ماء له لأن حياة النخلة بشنو؟ برأسها النخلة تشبه الإنسان في بعض صفاتها من صفاتها أن حياة الإنسان برأسه إذا انقطع رأس الإنسان يموت النخلة ماك إذا قطع رأسها ماك فهذه النخلة التي جاءها المخاض كانت بلا رأس يابسة والوقت كان شتاء في الشتاء تمر ماك رطب ماك لكن الله عز وجل أخضر لها هذه النخلة وأثمر فيها طوت هذه المقدمات التي التمر عادة يستغرق مدة طويلة حتى يطلع ثم يكبر ثم ينضج ست سبع مراحل يمر بها النخل ربما طول ثلاثة شهور ربما ستة شهور يلا يصير التمر وهذه من نخلة ميتة بلا رأس في آن واحد تكون خضراء وتعطي تمر ثم هي امرأة حامل المرأة ضعيفة والمرأة الحامل أضعف من المرأة العادية شلون تهز جذع النخل كيف تهز إذن لابد من إرادة إلهية متدخلة في هذا المرأة بحيث يهتز لها النخل ويسقط عليها الرطاب الشاهد الثاني المكان القصي هو النائي البعيد كربلاء بالنسبة إلى مريم بعيدة يعني مكانها في الشام في دمشق وكربلاء بعيدة كربلاء بالنسبة إلى مكة اللي هي مكان النبي موطن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى مكة قريبة لو بعيدة أيضا بعيدة وليست بقريبة فهي مكان بعيد عن دمشق وبعيد عن مكة اللي هو محل إقامة النبي فالسراية في قوله سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام هو كربلاء بحسب هذه النصوص المستفادة هذا الكلام ليس بإجتهاد هذا ليس بظن هذا مو تفسير مزاجي البعض ليتوهم هذا الكلام هذا كله مستند إلى الآيات والروايات بحث ما صاير فيه إذا يصير فيه بحث شوفون القضية جدا جلية وواضحة في الدلالة سميت كربلاء بالمسجد الواحد يقول المسجد الحرام كربلاء هل هي مسجد نعم هي أعظم مسجد على الأرض كربلاء سجد على ترابها الأنبياء والأولياء وسجدت عليها ملائكة الله تبارك وتعالى كما أنها معراج الأعمال ومحل عروج الملائكة فليش يصير استغراب عند البعض إذا الرواية تقول أن عروج النبي كان من كربلاء إذا هي موضع عروج الملائكة وهي موضع عروج الأعمال الشاهد الثالث الروايات المتظافرة التي وصفت كربلاء ودققوا في هذا الكلام مو رواية أو رواية تين وثلاث روايات في كامل الزيارات هم ذكر طائفة من هذه الروايات وصفت بكربلاء بحرم الله الأعوى المسجد المسجد الحرام بأي اعتبار صار مسجدا حراما بوجود الكعبة الروايات الشريفة تقول كربلاء حرم آمن أعظم من الكعبة وقبل الكعبة وجودا وهو غاية وجود الكعبة لو لا كربلاء ما وجدت الكعبة هذا الروايات هكذا تتحدث فالمصداق الأعظم للمسجد الحرام الآمن هو كربلاء المصداق الأجلى في كامل الزيارات بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لرجل من مواليه الحديث طويل أنا أذكر فقط محل الشاهد قال له ويحك أما تعلم أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما إذن حرمت كربلاء وكرامة كربلاء قبل وجود المكة في رواية عمر بن يزيد بياع السابري عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الصادق ما يدل على أن كربلاء هي العلة الغائية لوجود الكعبة قال قال أن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري هاي تأكد الرواية اللي البارحة حجينا فيه الافتقار ويأتيني ويأتيني الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه كعبة تفتخر بهذه المزايا وهذا افتخار اعتزاز كما بينا مو افتخار اغترار فأوحى الله إليها أن كفي وقري فوعزتي وجلالي ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت به أرض كربلاء إلا بمنزلة الأبره غمست في البحر فحملت من ماء البحر يعني بتعبيرنا اليوم قطرة فضلها قطرة من بحر البحر كربلاء فضل كربلاء والقطرة فضل كربلاء هذا هم بعد كلام الله عز وجل هذا حديث قدس هذا ثم يقول ولولا تربت كربلاء ما فضلتك بيتها الكار ولولا ما تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي افتخرت به شي يقول بعد أوضح من هذا وأجلى من هذا النص الذي وارد في حديث الكساهم يحاكي هذا يطابق هذا في رواية أبي الجارود قال قال علي بن الحسين عليه السلام اتخذ الله اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا لاحظوا مفرلة حرم قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما اشقد المدة بأربعة وعشرين ألف عام سهذا العام من أعوام الدنيا أو من أعوام عالم الملكوت بالنتيجة المدة طويلة جدا ثم يقول الإمام زين العابدين وأنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض شوكت يزلزله في سورة الزلزلة في المحشر في الآخرة يزلزلها وسيرها رفعت كما هي كربلاء بتربتها نورانية صافية فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة وأفضل مسكن في الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون أو قال أولي العزم من الرسول وهي تنادي بأهل الجنة أنا أرض الله المقدسة الطيب المباركة التي تضمنت سيدة الشهداء وسيدة شباب أهل الجنة في رواية أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر هي أكرم أرض الله عليه ما كفر أرض أكرم منها ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأبناء نبيه الروايات كثيرة هذه نماذج أنا أقرأها لكم إذن المجموع شيء يدلل يدلل على أمور الأول أن كربلا أول حرم آمن أوجده الله عز وجل في هذه الآمن الثاني أن حرمتها وأمنها أعظم وأشرف من حرمة الكعبة الثالث أنها مسجد أوليائه ولذا بالأمس ذكرنا أن أنبياء الله زاروا كربلا وأقاموا فيها وسجدوا على تراب وذكروا الحسين وبكوه وواسوه هي مسكن أوليائه وهي مدفنهم أيضا هذه الوصاف التي ذكرتها الروايات تستدعي أن يكون العروج لرسول الله منيا من كربلا الإمام الصادق يقول العروج من كربلا إذن الرواية بالقياس إلى الآية سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الرواية تفسر المراد بالمسجد الحرام تقول مو هذا الذي يتبادر إلى أذانكم في مكة الإمام الصادق يقول في كربلا المسجد الحرام كربلا والمسجد الأقصى في السماء وليس البيت المقدس هذا لو أريد بالعروج عروج الإسراء والمعراج فحين إذن لابد أن نحمل المسجد الأقصى على هذا المعنى الذي ذكرته إن قلت لكن المفسرون والمعروف في الأذهان المسجد الأقصى يعني البيت المقدس الجواب هذا على خلاف تفسير آل محمد عليه السلام بل الإمام الصادق نفى هذا المعنى الإمام الباقر نفى هذا المعنى راجعوا الروايات في تفسير هذه الآية المباركة حتى تشوف في رواية إسماعيل الجعفي مثلا قال له الراوي أن الناس يقولون المسجد الأقصى يعني البيت المقدس أو بيت المقدس قال ليس كذا هذا خطأ والعقل هما كذا يعني لو عرضنا هذا القول المشهور على العقل شوف لا ينسجم مع الضابط العقل لماذا لأن إذا كان المقصود السراية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللي هو بيت المقدس شنو هي الثمرة من هذا لماذا هو العروج رأسا من المسجد الحرام شنو الداعي يروح إلى البيت المقدس أكو داعي إذا هي قدرة إلهية وقدرة الله من المسجد الحرام يعرج به إلى السماء شنو الحاجة إلى السراية إلى البيت المقدس اللي في فلسطين موجود شنو الحاجة حاجة موجود إذن السراية في كربلاء والعروج منها إلى المسجد الأقصى الذي في السماء وهو مسجد الملائكة ومسجد أهل الملائكة الأعلى الروايات الواردهم بهذا المعنى كثيرة لا يخفى أن عروج النبي إلى السماء أكثر من مرة حصل بل المرات عديدة لسا نتكلم في القدر المتيقن منه يعززه ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله شرب من الفرات ثم أسري به الفرات هو الموجود في مكة الفرات في كربلا موجود هذا كلام معصوم جاء يفسر الحقيقة الغامضة هذا كله بناء على أن المراد من غيبة النبي في عروجه غيبة الحضور يعني العروج إلى السماء وأما لو فسرت الغيبة الرحلة عن الدنيا بعد شهادته عرجت روح النبي من كربلا إلى ربه هذا أيضا عليه شواهد فلو أخذنا بالمعنى الأول يصير التفسير هكذا المسجد الحرام هي كربلا ولو أخذنا بالمعنى الثاني كربلا هي موضع روج روح النبي صلى الله عليه وعليه فيدل على أن قبض روح النبي وين تمت في كربلا تمت هذا هذا بحسب النصوص الواردة هذا ليس من الأمور الاجتهادية التي تأخذ بالعقل أو بالتفاسير الظنية هذا من الأمور التي تأخذ من النقل فقط معصوم يكشف عنها فقط يؤيده ما في كامل الزيارات بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين قال في كربلا قبض فيها مئتان نبي مقبوض فيها قبضت أرواحهم فيها وما أتى وصي وما أتى سفت إذا مئتين نبي قبضت أرواحهم في كربلا لعل رسول الله منه رواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أكثر من رواية طبعا ويشعر هذا بأن أرواح الأئمة هم هكذا تعرج من كربلا تقبض في كربلا وتعرج من كربلا أكو هم إشارة في بعض الأدعية في الدعاء المخصوص في يوم الثالث من شعبان يوم ميلاد الإمام الحسين هم هناك راجعوا الدعاء شوفون أكو إشارة حجة الزمان صلى الله عليه وين يستشهد وين يدفن يدفن في كربلا في موضع قبر الحسين يدفن إذن حتى قبض روح الحج صلى الله عليه وين يكون أيضا في كربلا يكون قيمة كربلا إذا كانت المكة بالقياس إليها كالقطرة من البحر إحنا شنو نتكلم شنو نقول شنو نحش سوى أن نستند إلى هاي الروايات الشريفة ونعرف بعض المعاني عنها هاي دلالة الدلالة الخامسة أو الدلالة الثانية في بحث اليوم والخامسة في بحث أمس واليوم الإمام الصادق صلوات الله عليه قال وَلَيَكُونَنَّ الْوُقُوع وَأَنَّ كَرْبَلَاء لَا تَخْلُو مِنْ وُجُود الشيعة الأخيار فيها على مر العصور إلى زمان الظهور المبارك وَأَنْ وَأَنْ هذا الْأَنْ هذا الْأَنْ هذا الْأَنْ جَهْ جَهْلًا جَهْلًا منهم لَا يَعْرِفُونَ قِيمة هذه البُقْعَ العظيمة عند الله فالله عز وجل يختار جماعة يعرفون قيمتها ويُقدِّسونها هذا مهم إلهية ومن المهام المواظبة على الزيارة يواظبون على زيارة الحسين لهذا حق للحسين في دمم العباد وأداء الزيارة بما يناسبها من الآداب لأن أصناف الزوار متعددة مو كل زائر يراعي أدب الزيارة المناسب يريد لناس أهل بصيرة وأهل معرفة يعرفون أدب الزيارة حينما يدخلون إلى الزيارة هذا من حقوق الحسين أن يكون جماعة من الناس يزوروا ضمن موازين أدب الزيارة عند الله ومن مهام المواظبة على العذاب وإحياء أمره وذكره من مهام هذول الخيار اللي يسكنون عنده ومن مهامهم انتظار الفرج من مهامهم هذه وهذه سنة إلهية وظف الله عز وجل جيشاً من ملائكته المكرمين لهذه المكرمين على تعبير علماء الأصول منها نفهم الملاك في محبوبية الإقامة عند الحسين صلى الله عليه لإقامة لإقامة العزاء وإحياء أمره والمواظبة على الزيارة وانتظار الفرج فهم الملاك عند الأصول يكفي في التعبد والامتثال لاحظوا هذا الخبر عن مولانا علي بن الحسين صلى الله عليه قال إن قبر الحسين عليه السلام تحفه في كل يوم وليلة من كل سماء كم سماء عندنا سبعة من كل سماء مئة ألف ملك وهم يصلون عليه ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لزواره ويكتبون أسماءه في رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إني كنت عند قبر الحسين عليه السلام التفت إلى هذه الرواية وشوفوا شنو من عظم أنت عايشين فيه كنت عند قبر الحسين ليلة عرفة وكنت أصلي وثم نحو من خمسين ألفا من الناس جميلة وجوههم وجوه حسان جميلة طيبة أرواحهم وأقبلوا يصلون الليل أجمع كل الليل واكفين صليم فلما طلع الفجر إسحاق بن عمار يقول سجدت ثم رفعت رأسي فلم أرى منهم أحدا حسين وانصار فقال لي أبو عبد الله عليه السلام شوفوا السر اللي هنا لإمام كشفه أخذ هذه الأمور بنور القلب بنقاء الفطرة اللي سابقا في المباحث الأولى تحدثنا بقاعدة التسليم لما يقوله المرصو بلين القلب لولي أمر الله قال له الإمام صلوات الله عليه إنه مر بالحسين بن علي خمسون ألف ملك ذول اللي انتشفتهم ملائكة سأقول لي أشهر وهو يقتل أيام الشهادة فعرجوا إلى السماء فأوحى الله إليهم مررتم بابن بنت حبيبي وهو يقتل فلم تنصره هم اليش ما نصره لأن إذن ما عده قسم منهم الحسين ما قبل وإلها فلسفة اليش فهبطوا إلى الأرض فاسكنوا عند قبره شعثا غبرا إلى أن تقوم السار ما لكم حق تعرجون إلى السار وهؤلاء الملائكة ينتظرون قيام الحج عجل الله تعالى ويكونون من أنصاره سيشير هذه الرواية إلى دلالتين أنا فقط أشير إلى الدلال الكثيرة بس أثنين سأذكر الأول الدلالة الأولى ظاهر هذه الرواية يفيد حصول مكاشفة لإسحاق من الله أزيل عنه حجب المادية حجب العين الباصرة المادية صار يرى بالبصيرة يوم شوف الأشياء كشف الله عز وجل عنه الحجاب ليش حتى هذه الحقيقة توصل إن اليوم أحلى المسلم الله عز وجل يوصل المعارف إلى العباد بطرق وهذه من الطرق أزال عنه الحجاب فأراه الملائكة فيلفت أهل القلوب اليوم أن يسعوا لأن يكونوا كنا شعث غبر يسبحون يستغفرون يصلون يعبدون وإذا صدقت النوايا واتصلت القلوب في الرواية فدونك دونك الدلالة الثانية أن نصرة الحسين من الواجبات إن لم ينصره أحد مع قدرته على النصرة عليه أن يسكن عند قبره أشعث أغبر هذا الذي قلت به فهم الملاك من أمر الله لملائكته لكن هذا الوجوب ليس وجوب فقه شرعي هذا وجوب معرفي هذا وجوب آخر ليس مثل وجوب الصلاة والصياء أهل المعرفة يجدون في هذا من الواجبات الأخلاقية عليهم أن يلتزموا بهذا كل من يتمكن تمكن من نصرته ولم ينصر هذا جزاء لابد يعوض لابد يجبر يعززها الخبر الوارد عن الإمام الصادق في قضية الجن الذين جاءوا لنصرة الحسين صلى الله عليه عليه والقضاء على أعدائه فأبا سيد الشهداء ذلك وإلهم أيضا هذا فلسفة رفض الحسين أن الجن يساعدوا في القضاء على أعدائه لما رفض بيّن للجن السبب العلة قال فإذا أقمت في مكاني يعني لم أقاتل ولم أستشهد وأنتم تقاتلون نيابة عني فإذا أقمت في مكاني فبما يمتحن هذا الخلق المتعوس متعوس من إمام حج إلهية هو الكلمة شديدة وبماذا يختبرون ومن ذا يكون ساكن حفرتي من أن هذا حفرتي مقدر قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض والكعبة وقد اختارها الله تعالى يوم دح الأرض وجعلها معقلا لشيعتنا كربلا هذه تحاكي نفس الرواية جعلها شنو أن يكون فيها خير إلى وهور القائم هاي هم هنا يقول سيد الشهداء جعلها معقلا لشيعتنا ومحبينا زين شنو أثرها لاحظوا شوفوا أنتو شون في نعمة عظيمة تقبل أعمالهم في هذه وصلواتهم ويجاب دعاؤهم وتسكن شيعتنا فتكون لهم أمانا في الدنيا وفي الآخرة هاي أيضا تضمن الدلائل واحدة من آثار شهادة الحسين صلوات الله عليه شنو اختبار العباد امتحان العباد ما حك الثاني أن الله عز وجل قدر واختار له قبر في كربلا أنه يسكن في كربلا ويدفن في كربلا منذ أن خلق الله فحينما تقول الرواية أن المسجد الحرام كربلا هذه هم مؤززة ومؤيدة لهذا المعنى الدلالة الثالثة أن كربلا معقل لشيعتهم معقل يعني شو معقل المعقل هو الملجأ والحصن باللغة هكذا يعرفون فيه تقواهم تقوى الشيعة وفيه علمهم وفيه معارفهم لأن هذا المعقل يحبسهم عن الرذائل اللي يعرفون قيمة كربلا هو هذا يحبسهم عن الرذائل ويمنعهم من الجهل وعبادتهم تمنعهم من الضلالة ومن العصيان من ين مأخوذ معقل مأخوذ من العقل العقل شنو هو العقل هو الذي يحبس صاحبه عن الرذائل وعن النواقص الإمام الحسين صلى الله عليه عليهم يقول أن كربلا هكذا اللي يعرفون قيمة كربلا بهذا المستوى لازم يتعامل معقل العقل مأخوذ من العقل هو نور روحاني العقل تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية وبه تتقوم الكمالات والفضائل إذا اكتمل العقل عند الإنسان هكذا يكون إذن من هذا الحديث هم نستفيد فائدة عامة أن كربلا ملجأ لكل خائف هي حرم آمن وملجأ لكل فقير الدرهم الذي ينفق في كربلا يعوض بالألف وهي ملجأ لطالب العلم ومن يطلب العلم خاصة من يطلب المعارف الإلهية هنا الإطلاق هم يشمل الجميل الدلال الرابع كربلا موضع قبول الأعمال استثمر الفرصة أيها المقيمون وأيها الزالرون كل ما تكثرون من العبادة في كربلا عبادتكم مقبولة أنت في أي مكان تروح تعبد الله ما تضمن القبول تضمن صحة العمل مطابق للموازين الشرعية بس ما تضمن القبول إلا في كربلا تضمن القبول فأكثر من الفرائض أكثر من النوافل أكثر من العبادة من الذكر وهي محل سكن شيعتهم أخيار الشيعة المصطفون من الشيعة يسكنون كربلا أو يتولى منصبا إداريا أو منصبا حكوميا أو أي مكان من المجال من المجال يراعي حرمة كربلا الذي لا يراعي حرمتها سيحرم من فضل عظيم ويحاسب ويحاسب عليه هذه قضية إلهية عظمى الله عز وجل مئة ألف من الملائكة من كل سماء لأنهم رأوا الحسين ولم ينصروه أنزلهم إلى الأرض جعلهم شعثا غبرا يقيمون عندهم ما لهم حق يصعدون إلى السماء بعد ذلك فكيف بالإنسان شنون يبعا يسأل وهي أمان لساكنيها في الدنيا وأمان في الآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين أوقفت نفسي للحسين وغايتي أحظى بفوز في جنان الآخرة وسموت في قدس المعات مخادم لا يخدع الشيطان نفس الطاهرة إن جارتي الدنيا خيم ليلها حب الحسين سفينتي وشائرة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر